بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مرة تانية النهاردة إن شاء الله هنبدأ شرح منهج الصف الأول الثانوي السعودي رياضيات واحد واحد نظام المصارات اللي يبدأ بمراجعة سريعة على الحاجات اللي احنا درسناه في المرحلة اللي قبل كده النهاردة إن شاء الله هناخد أول حصة من حصص رياضيات الصف الأول الثانوي المنهج السعودي نظام المصارات إن شاء الله تابعونا في حلقات الصف الأول الثانوي المنهج السعودي في الأول بنتعرف على الفصل الأول التبرير والبرهان واللي بيتم فيه دراسة 8 دروس الدرس الأول التبرير الاستقرائي والتخمين الدرس الثاني المنطقة الدرس الثالث العبارات الشرطية الدرس الرابع التبرير الاستنتاجي الدرس الخامس المسلمات والبراهين الحرة اختبار منتصف الفصل الدرس السادس البرهان الجبري الدرس السابع إثبات علاقات بين القطع المستقيمة الدرس الثامن وده مهم جدا إثبات علاقات بين الزوايا بعد كده إن شاء الله هنحل الاختبارات التراكمية والاختبارات منتصف الفصل الموجودة داخل الكتاب المدرسي الفصل الثاني بناخد في الأول التهيئة للفصل زي النهاردة هناخد اختبار سريع وتهيئة على الفصل الأول الدرس الأول من الفصل الثاني المستقيمان والقاطع الدرس الثاني معمل برمجيات الهندسة الزوايا والمستقيمات المتوازية الدرس الثاني الزوايا والمستقيمات المتوازية الدرس الثالث إثبات توازي مستقيمين بعد كده هنحل اختبار منتصف الفصل الدرس الرابع ميل المستقيم الدرس الخامس صيغ معادلة الخط المستقيم وسبق لنا دراستها قبل كده في الصف الثالث المتوسط بعد كده بندخل على الهندسة وبناخد معادلة العمود المنصف الدرس السادس الأعمدة والمسافات وبرضو هنحل الاختبارات التراكمية والاختبارات داخل الكتاب المدرسي في الأول بناخد التهيئة للفصل الأول اختبار سريع السؤال الأول بيقولي أوجد قيمة كل عبارة مما يأتي عند قيمة X المعطاق يعني هو بيديك مقدار جابري 4X زائد 7 وبقولي X بتساوي 6 طب القيمة العددية لهذا المقدار تساوي كام لما X بتساوي 6 كل اللي عليك أنك هتشتب الـ X دي وتكتب بدلها 6 طبعا كلنا عارفين العلاقة بين 4X يعني 4 في X يعني كل اللي عليك هتقوله كده عند X بتساوي 6 يبقى هنكتب المقدار 4X زائد 7 كل اللي علينا هنشيل الـ X دي ونحط بدلها 6 يبقى 4 مضروبة في 6 وبعدين زائد 7 4 في 6 بتساوي 24 24 زائد 7 طبعا بتساوي 31 يبقى القيمة العددية للمقدار 4X زائد 7 لما X بتساوي 6 تساوي 31 المقدار اللي بعده في نمرة 2 180 مضروبة في X ناقص 2 180 مضروبة في X ناقص 2 لما X بتساوي 8 كل اللي عليك هتشيل الـ X وتحط بدلها بس 8 يبقى على طول هنا هتقوله عند X بتساوي 8 يبقى المقدار عندي 180 مضروبة في X ناقص 2 بتساوي طبعا 180 مضروبة في أنا هنشيل الـ X وحط بدلها 8 يبقى 8 ناقص 2 8 ناقص 2 بتساوي 6 يبقى أنا عندي هنا أصبحت 180 في 6 ممكن تستخدم الآن لحسبة علشان تجيب القيمة معاكش على المحسبة تضرب عادي الصفر هينزل 6 في 8 بتمانية واربعين يبقى محط معي الثمانية ومعي الأربعة 6 في 1 بستة واربعة عشر يطلع الناتج على طول 1080 يبقى قيمة المقدار 180 مضروبة في X ناقص 2 لما X بتساوي 8 هتساوي 1080 نمر الثلاثة بيقولي المقدار 5X تربيع ناقص 3X لما X بتساوي 2 برضو بنفس الأسطوب هنشطب على X ونكتب بدلها 2 دي اسمها خطوة التعويض يبقى هقوله كده عند X بتساوي 2 يبقى المقدار عندي 5X تربيع ناقص 3X بتساوي بتساوي ايه؟ هنشيل الـ X ونحط بدلها 2 يبقى 5 مضروبة في 2 تربيع ناقص 3 مضروبة في 2 2 تربيع كلنا عارفينها معناها 2 في 2 2 في 2 بتساوي 4 يبقى أصبح عندي 5 في 4 ناقص 3 في 2 هتساوي 6 5 في 4 بتساوي 20 20 ناقص 6 بتساوي طبعا 14 يبقى القيمة العددية للمقدار لما X بتساوي 2 هتساوي 14 المقدار اللي بعدي بعده في اسمه عايز قيمة المقدار لما X بتساوي 6 أنا عندي هنا X بتساوي 6 كل عليك هتشيل X وتحط بدلها 6 المقدار عندي X مضروبة في X ناقص 3 وبعدين مقسومة على 2 هنشيل X ونحط بدلها 6 يبقى 6 مضروبة في 6 ناقص 3 وبعدين هنقسم على 2 يبقى 6 في هنصفي 6 ناقص 3 بتساوي 3 على 2 6 في 3 بال 18 18 على 2 فيها 9 وممكن تقول على 2 فيها الواحد على 2 فيها الثلاثة وبعدين تضرب 3 في 3 بتساوي 9 يبقى قيمة المقدار X مضروبة في X ناقص 3 مقسومة على 2 لما X بتساوي 6 الناتج هيديني 9 جاتين ومتقابلتين بالرأس بنقول الملاحظة المهمة اللي احنا عمرنا ما ننساه ليه؟ لأنها تستخدم في حل المسائل كل زاويتين متقابلتين بالرأس تكونان متساويتان في القياس أو العلاقة بينهم متساويتان في القياس هقول له كده كل زاويتان متقابلتان بالرأس تكونان متساويتان في القياس مهم جدا تكون عارف العلاقة دي طيب نمر 14 بيقول لي عين زاويتين متتمتين في لفظة هنا يعني ايه زاويتين متتمتين الزاويتان المتتمتان هما زاويتان مجموع قياس مهمة بيساوي 90 درجة يبقى يا حكتب التعريف ده مهم جدا الزاويتان المتتامتان خد بالك زاويتان مجموع قياسيهما يعني القياس الأولى زايد قياس التانية بيساوي 90 درجة مهمة جدا طيب زي ايه؟ مثال ذلك أبسط حاجة هتقول له كده زاوية قياسها 30 درجة اللي بتتممها هتلاقيها 60 اطرح بس التلاتين من التسعين لأنهما الاثنين مجموعهم تسعين دول على طول زاويتان متتامتان متتامتان طيب تعال نشوف حاجة هو عايز من الشكل زاويتان متتامتان يبقى انت هتلعب على ايه؟ هتلعب على فكرة ان مجموع قياسهم هما الاثنين بيساوي 90 درجة طيب انت عندك عمود اللي هو اكسسي تبديل علامة دي علامة متفق عليها عالميا دي علامة الزاوية القايمة معنى لكده ان دي تسعين درجة يبقى اللي جنبها على طول بتسعين درجة لان دي على طول كلها بتكون زاوية مستقيمة 180 درجة يبقى اصبح دي كلها بتسعين زيها يبقى انت عندك زاويتان متجاورتان وفي نفس الوقت متتامتان يعني متجاورتان يعني بيشتركوا في رأس اللي هي اكس او نقطة بيشتركوا كمان في ضلع او شعاع اللي هو اكس دي يبقى لو انا هسمي هنا زاويتان متتمتان هقوله زاوية اي اكس دي زاوية اي اكس دي طب اللي بعدها او اللي جنبها دي اكس سي عايز تبدأ بنسيمة فش مشكلة ممكن تقول سي اكس دي يبقى الزاوية الاولى اللي انا هقولها اي اكس دي والزاوية التالية سي اكس دي يبقى على طول عندي زاويتان متتمتان اول زاوية يبقى دي علامة الزاوية اتفاقنا هنستخدم الرمز ده كتير جدا في الكتاب اي اكس دي هكتبله كده اي اكس دي والزاوية التالية هي زاوية سي اكس دي زاوية سي اكس دي دول زاويتان متتامتان وفي نفس الوقت زاويتان متجاورتان يعني زاويتان متجاورتان هتقابيني في سؤال دلوقتي هما زاويتان تشتركان في رأس وضلع زاويتان تشتركان في رأس وضلع زي زاوية EXD وزاوية DXC في نفس الوقت بتلاقيهم زاويتان متتامتان بنستمر مع نفس الشكل نفس الشكل عليه مجموعة من الأسئلة نمرت 15 بيقول لي عين زاويتين متجاورتين طبعا احنا قلنا كلمة متجاورتين يعني زاويتين تشتركان في رأس وضلع متجاورتين بس المراضي هتلاقيهم متكاملتين في آن واحد يعني ايه متكاملتين؟ يعني مجموع قياسهما بيساوي 180 درجة الشكل اللي قدامي ده ممكن نطلع كذا زاوية أو كذا زوج من الزوايا متكاملتين كل بساطة عندي زاوية بي اكس سي دي قياسها 90 درجة هتلاقي اللي جنبها على طول اللي هي اي اكس سي اي اكس سي خد بيلك لانك انت عندك زاوية هنا اي اكس سي اللي اقصد بها ممكن احددها كده دي برضو هتلاقي 90 درجة هتلاقي 90 زاية 90 بتساوي 180 درجة وفي نفس الوقت هما متجاورتان يبقى ده اول زوج هنكتبه زاويتين متجاورتان متكاملتان يبقى اول زاوية هقوله زاوية سي اكس بي سي اكس بي طب والزاوية اللي بعد كده اي اكس سي زاوية اي اكس سي دول زاويتان متجاورتان ومتكاملتان بالمناسبة كلمة متكاملتان يعني مجموع كياسهم بيساوي 180 درجة ما تنساش هتا دي مجموع كياسهم بيساوي 180 درجة انا ملتهاش طيب الزاويتين التانيين انت ممكن تاخد اي اكس اي الزاوية دي اي اكس اي زاوية اي اكس اي والزاوية اللي بعد كده او اللي جنبها على طول اي اكس بي ممكن تبدأ من بي مفيش مشكلة بي اكس اي ممكن نقوله كده زاوية بي اكس اي دول زاويتان متجاورتان وفي نفس الوقت برضو زاويتان متكاملتان يعني زاويتان متكاملتان يعني مجموع كياسهم بيساوي 180 درجة سؤال نمر 16 مهم جدا بيعتمد على علاقة احنا قلناها في الشرح هو بقولي اذا كان قياس زاوية الام دي رمز كلمة مجر كلمة مجر يعني قياس يبقى الام دي رمز كلمة مجر مجر يعني قياس بيقولي قياس زاوية دي اكس بي هنحددها على الرسم دي اكس بي زاوية دي بيساوي كام بيساوي 160 درجة طبعا دي زاوية مفارجة وزاوية اي اكس اي ادهالي بدلالة اكس يعني ادهالي في صورة مقدار جابري تلاتة اكس زايد اثنين اي اكس اي لازم تحددها على الرسم اي اكس اي طب ايه العلاقة بين الزاويتين العلاقة بين زاوية اي اكس اي ودي اكس بي انهم زاويتان متقابلتان بالرأس طب ايه العلاقة بين الزاويتان متقابلتان بالرأس بتلاقيهم زاويتان متساويتان في القياس يعني كل اللي عليك هنا او فكرة السؤال انك هتكون معادلة هتساوي المعادلة دي او هتساوي قيمة الزاوية دي بالقيمة 116 وبالتالي هتستنتج معادلة في مجهول واحد او في متغير واحد اللي هو الـ X تهلها علشان تطلع قيمة X يبقى كل الحكاية هتقوله كده قياس زاوية الاولانية اسمها DXB DXB بيساوي قياس الزاوية التانية اللي هي EXA EXA بيساوي تبدأ بيساوي ده ليه هتكتب كده زاويتان متقابلتان بالرأس يبقى انت كده كتبت السبب يبقى كل اللي عليك هتبدأ بـ 3X زايد 2 يبقى 3X زايد 2 بتساوي 116 كلنا نعرف نكتب او نحل المعادلة دي عشان تحل المعادلة دي كل اللي عليك انك هتودي الاثنين للنحية التانية او هتحرك الاثنين للنحية التانية باشارة مخالفة يعني هي مجموعة هتروح مطروحة بنستخدم هنا العملية العكسية العملية العكسية للجمع هي الطرحة يبقى انا هكتب كده 3X بتساوي 116 مطروح منها 2 يبقى 3X بتساوي خد بالك 116 نعيس 2 هتديك 114 عشان تجيب قيمة X كل اللي عليك هتقسم الترفين على 3 بحيبقى عندي هنا 3X مقسومة على 3 بساوي 114 مقسومة برضو على 3 الثلاثة هتضيع الثلاثة يبقى الأكس بتساوي ممكن تستخدم الأقل حسب هتسهلك الحسابات 114 على الثلاثة 11 على الثلاثة فالثلاثة بقى 2 يبقى دي بقت عندي 24 تتقسم المباشرة ده سنعب لكده في ابتدائي 24 على الثلاثة بتساوي 8 يبقى قيمة X اللي انت هتجيبها هنا هتساوي 38 ازاي تتأكد من حلك انه صحه؟ طبعا احنا عارفين ان الزاويتان كانوا متقابلتان بالرأس يعني لو شيلت قيمة X وجبت قيمة المجدار اللي احنا كنا بنقوله في السؤال الاول 3X زايد 2 لما X بتساوي 38 طبعا هتطلع لك برضو 116 يبقى انت كده استغليت علاقة مهمة بين الزاويتان المتقابلتين بالرأس انهم متساوياتين في القياس عشان تطلع لي قيمة X السؤال النمر 17 هو نفس فكرة السؤال اللي فات بيقول لي استخدم الشكل المجاور في مثال 3 لإجابة عما يأتي نفس الشكل بيقول لي اذا كان قياس زاوية CXD لازم نتحددها عن الرسم CXD الزاوية دي بتساوي كم بتساوي 6X ناقص 13 يعني دي ب6X ناقص 13 طيب وبقول لي كمان زاوية DXE نحددها DXE الزاوية دي بكام بعشرة X زايد 7 أنا عايز اجيب قيمة X يبقى انت لازم تبحث عن العلاقة بين الزاويتين طيب العلاقة بين الزاوية دي وزاوية دي دول زاويتين متجاورتين تشتركاني في رأس وفي ضلع مشترك اللي هو XD شعاع طيب ايه العلاقة ما بينهم دول زاويتين احنا قلناهم قبل كده زاويتين متتامتين طيب ليه لان مجموع قياسهم بيساوي 90 درجة طيب ليه مجموع قياسهم بيساوي 90 درجة لان انا عندي زاوية هاي اللي هي BXC بتسعين درجة يبقى لقصتها من ناحية التانية بتسعين درجة لان هما الاثنين زاوية مستقيمة والمستقيمة ب180 واحدة بتسعين يبقى دي بتسعين وقسمها لزاويتين طبعا مختلفتين في القياس يبقى مجموع زاويتين هنا بيساوي 90 درجة يبقى انت هتقوله كده قياس الزاوية الأولانية اللي اسمها إيه XCXD CXD زائد قياس الزاوية التانية اللي هي مين DXE طبعا ذكرت على الرسم DXE DXE بتسوي كام بتسوي 90 درجة دول زاويتان متتامتان ممكن تكتبها هنا زاويتان متتامتان كلمة متتامتان يعني مجموعة جاسمة بساويتان درجة كل اللي عليك هتشيل CXD وتحط قيمتها CXD عندي بستة X ناقص تلاتاشر يبقى أنا هكتب كده ستة X ناقص تلاتاشر زائد طب التانية مين التانية عندي DXE DXE بعشرة X زائد سبعة هكتب كده عشرة X زائد سبعة بتسوي كام بتسوي تسعين درجة خلاص أنا كتبت كده المعدلة بقى لي بس إزاي أحل المعادلات والجزء التاني هنحل فيه معادلات إن شاء الله إزاي أحل المعادلة ستة X ناقص تلاتاشر زائد عشرة X زائد سبعة عشرة بتسوي تسعين أول خطوة تجميع الحدود المتشابهة عندي ستة X وعشرة X ممكن نتجمعه مع بعض طبعا هنديني ستتاشر X زائد خد بالك بقى سالب تلاتاشر استنى ما تكتبش لزائد ونانا سالب تلاتاشر ستاشر ناقص سبعة هيدك ستة هتجيب الفرق العدد بشرط كبير يبقى بيساوي تسعين درجة خلاص ستاشر X ناقص ستة بتسعين درجة كل اللي عليك هتود الستة النحية التانية هتبقى مجموعة يبقى ستاشر X بتساوي تسعين زائد ستة يبقى ستاشر X بتساوي تسعين زائد ستة بيساوي ستة وتسعين سهلة جدا عشان نجيب قيمة الـ X هنقصم الطرفين على ستاشر لما تيجي تقصم الطرفين على ستاشر هيبقى عندك هنا ستاشر X على ستاشر بتساوي ستة وتسعين على ستاشر يبقى الـ X على طول هتطلع لي تساوي ستة يبقى أنا كده جبت قيمة الـ X لو أنت عندك مشكلة في النسابات متاح ليك استخدام الآلة الف سبعة برضو مفيش مشاكل نمرت خامسة بيقول لي برضو أوجد قيمة المقدار X زائد X زائد 1 زائد X زائد 2 لما X بتساوي 3 المقدار اللي عندي ده محتاج يتبسط شوية يعني دي مختلف على النفات يبقى أنا هقوله المقدار بيساوي تعالى نجمع أو نكتب المقدار الأول عندي X زائد X زائد 1 في قوس زائد X زائد 2 كل اللي عليك هتجمع الـ Xات مع بعض هنا X زائد X زائد X هيديك على طول 3X طيب 1 و 2 3 يبقى 3X زائد 2 خلاص هو عايز يشيل X ويضع بدالها كام ويضع بدالها 3 يعني هنشطب على X دي ونعوض بدالها بتلاتة يبقى القيمة العددية للمقدار بتساوي يبقى المقدار بيساوي 3X يعنيها 3 في 3 يبقى أنا هكتبها كده 3 في 3 وبعدين زائد 2 3 في 3 بتساوي 9 9 زائد 2 يبقى الناتج هيساوي 11 طيب حد يقول لي مش لازم تبسط المقدار وتشيل X وحده بدالها 3 برضو هتطلع معك صح السؤال اللي بعده بيقول له اكتب كل تعبير لفظي مما يأتي على صورة عبارة جبرية يعني هو مديني صورة لفظية وعايز اكتب صورة رمزية ممكن تختار اي رمز اشهر الرمز اللي احنا بنتعامل معاها هي X اللي هي كانت زمان اسمها سين يبقى انا هستخدم X بيقولي اقل من 5 امثال عدد انا لو فردت العدد اللي عندي ده ب X يبقى خمسة امثال ومعناها 5 في X يبقى انا خمسة امثال والX ده هينضرب في 5 خمسة في X او X في 5 بتكتب على طول 5X تبقى انا 5X اقل من 5 امثال عدد بثمانية يبقى انا هنطرح من 5X ده 8 يبقى العبارة الجابرية اللي انت تكتب ها هي 5X ناقص 8 نمر 7 بيقول اكثر من مربع عدد بثلاثة طبعا كلمة مربع X تربيع اللي هي في الاصل معناها X في X يبقى اخد بالك معنى X تربيع عشان تبقى عارف معناها X في X و نكتب ها نقطة كده زي ما احنا شايف في يعني لو قلت لك مربع العدد 5 معناها 5 تربيع يعني 5 تربيع معناها 5 5 5 25 و ليست 10 بسوي 25 و ليست 10 العشرة دي معناها 5 في 2 ولكن 5 تربيع بتسوي 25 يبقى اكثر من مربع عدد ب3 مربع العدد هو X تربيع اكثر منه 3 يبقى على طول هنكتب زائد 3 يبقى اصبحت العبارة الجابرية اللي المفروض هتكتبها هي X تربيع زائد 3 والعبارة الجابرية اللي هتكتبها في نمرة 6 هي 5 X ناقص 8 هنحل لمثال واحد الموجود في الكتاب بيقول لي اوجة قيمة المقدار X تربيع ناقص 2 X زائد 11 لما X عندي بتسوي 6 كل اللي عليك انك تشتب على X وتكتب بدلها 6 او بتعوض عن X ب6 الاول هنكتب المقدار اللي عندي المقدار اللي عندي هو X تربيع ناقص 2 X زائد 11 هنشيل X ونحط بدلها 6 يبقى هنقول كده عند X بتسوي 6 يبقى اصبع عندي 6 تربيع ناقص 2 مضروبة في 6 وبعدين زائد 4 كل اللي عليك انك هتجيب القيمة بتاعة المقدار اللي قدام ده 6 تربيع من شوية دي بتساوي 36 يبقى انا هكتب 36 ناقص 2 في 6 بتساوي 12 يبقى ناقص 12 وبعدين زائد 4 36 ناقص 12 دي بتساوي 24 يبقى 24 زائد 4 24 زائد 4 بيساوي 28 يبقى انا هكتب هنا 28 يبقى قيمة المقدار اللي عندي طلعت 28 لما X بتساوي 6 اللي بعد وحل معادلات رياضية بيقول حل المعادلة المعادلة اللي عندي 36 X ناقص 14 بيساوي 16 X زائد 58 المعادلة دي احنا حلناها قبل كده تعال انا افتكر بتتحل ازاي المعادلة 36 X ناقص 14 بتساوي 16 X خد بالك زائد 58 كل اللي عليك انك هتجمع الاكسات في طرف والعداد في طرف بيسموها جمع رموز في طرف والعداد في طرف زمان كنا بنكتب من اليمين للشمال لكن هنا بنكتب من الشمال لليمين وبالتالي احنا لازم نخلي المتغيرات دايما او يفضل انها تكون على ادينا اليسار او على ادي الشمال هنجيب 16 X نحية الشمال ونجيب ناقص 14 نحية اليمين يبقى ان هنا بتجمع العداد في طرف والرموز في طرف بس اي حاجة بتروح من طرف لطرف بتروح باشارات مخالفة يعني لو مطروحة زي ال14 تروح مجموعة طيب لو اشارتها مجابة زي 16 X دي اشارتها مجابة هتروح مطروحة تبقى سالب 16 X او ناقص 16 X يبقى كل اللي هتعملو هتكتب كده 36 X دي اللي سابتة معي في الطرف الايسر هيجيلها مين هيجيلها 16 X بس تبقى بالنقص يبقى ناقص 16 X بتساوي بتساوي كام السابت هنا عندي 58 يبقى انا هكتب هنا 58 زائد كام زائد 14 هنبتد نبسط 36 36 ناقص 16 6 ناقص 6 0 3 ناقص 2 1 يبقى انت عندك هنا 20 X بتساوي 48 12 6 6 1 7 72 يبقى خلاص عشان تجيب كيمة X هتسم الطرفين على معامل X ده اسمه معامل X او العدد لقدام X يسميه معامل X يعني انت قسمت الطرفين على 20 طبعا 20 هتضيع 20 هيبقى لك بس X اللي انت عايز تجيب 100 يبقى بتساوي 72 على 20 بعض الناس بتفضل تكتبها في صورة عشرية عشان تحول لها الصورة عشرية هتضطر تضرب في 5 فوق وتحت عشان تجيب ها في صورة عشرية لو معاك ال حسب هتطلع لك مباشرة المقام عندي 20 في 5 بتساوي 100 فوق 5 في 2 بتساوي 10 صورة معاك الواحد و 5 في 7 35 و 1 36 يبقى تطلع عندي 360 هتشتب الصفر مع الصفر يبقى أصبحت قيمة X بتساوي 36 مقسومة على عشرة في صورة عشرية بس هتحط العلامة العشرية بعد الرقم من على اليمين يبقى هتديك على طول 3 و 6 من عشرة السؤال التالي أو المثال رقم 3 مديني نفس الرسمة اللي احنا استخدمناها قبل كده في إجابات الأسئلة بيقول لي إذا كان قياس زاوية BXA بتساوي 3 X زاية 5 طبعا بالدرجة وقياس زاوية DXA بتساوي 56 أنا عايز القيمة بتاعت X لازم نأول إسمها BXA يبقى أنا لازم أحدثها على الرسم هبدأ من B X و بعدين A الزاوية D طيب الزاوية التالية أو الثانية لعندي اللي هي 56 درجة DXA DXA هي الزاوية D هتلاحظ إن زاويتين دول زاويتين متقابلتين بالرأس بينتجوا عند تقاطع خطين مستقيمين أو عند تكوين حرف X باللغة الإنجليزية يبقى الزاوية دي إيه العلاقة بين الزاويتين متقابلتين بالرأس بتلاقيهم زاويتين متساويتين في القياس يعني كل اللي عليك عشان تحل السؤال هتساوي الزاوية الأولانية بالزاوية التانية طيب ليه لأنهم متساويتين في القياس طيب ليه متساويتين في القياس لأنهم زاويتان متقابلتان بالرأس يبقى الزاويتين اللي قدامي هنا الزاوية ده هي اللي هي بي اكس اي هقوله كده في الاول زاوية بي اكس اي وزاوية خد بالك دي اكس اي خلاص انا حددته مع الرسم قبل كده دول كده زاويتان متقابلتان متقابلتان بالرأس تب تستنتج ايه انهم متساويتان في القياس يبقى قياس الزاوية الاولانية اللي هي بي اكس اي هقوله كده قياس زاوية بي اكس اي بتساوي قياس زاوية دي اكس اي هي دي العلاقة اللي هتكون لي المعادلة بي اكس اي من المعطيات او المعلومات الموجودة في المسألة ب3 اكس زائد 5 يبقى انا هكتب كده 3x زائد 5 بتساوي كان بقى 56 يبقى 56 درجة كلها عليك عشان تحل المعادلة دي خلاص دي معادلة بقى 6 وسهلة في متغير واحد اللي هو الـ x هتودى الـ 5 الناحية الثانية تروح مطروحة يبقى أصبح عندي 3x بتساوي 56 مطروحة منها 5 يبقى أصبح 3x بتساوي 56 نايس 5 هتديك 51 طيب عشان تجيب كمتة الـ x كل اللي عليك هتسم الطرفين على 3 اللي هو معامل x عشان تتخلص من المعامل يبقى أصبح الـ x بتساوي 51 على 3 طبعا بتساوي 17 يبقى قيمة الـ x اللي انت جبتها بتساوي 17 خد بالك ان احنا استغلينا العلاقة بين الزاويتين المتقابلتين بالرأس قلنا ان كل زاويتين متقابلتين بالرأس بتكونان متساويتان في القياس بكده يبقى احنا انتهينا من التهيئة للفصل الاول اللي هي المراجعة السريعة اللي موجودة في كتاب الوزارة في الاول ان شاء الله نلتقى على خير مع التبرير الاستقرائي والتخمين الدرس الاول من رياضيات الصف الاول الثانوي المنهج السعودي اشتركوا في القناة